وما لم يتقبله لذلك انتشرت فيديوهاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا رهيبا إذن رافيق قمزيان انت معنا اليوم ندبيه في البداية تقولنا وش سرى في البطولة الولائية مؤخرا ببجاية وسبب الانتشار تعل فيديو تاعك عبر مواقع التواصل الاجتماعي اولا ندرت فيديوهاتك اللي باش نديفونده على تلات تاعي تل مو سوفريت في الاربيه في الاربيه الطراج ما دريها جيت هكذاك الملاكم هو هشام محتوت ملاكم المنتخب الوطني نعم كان ملاكم مع المنتخب الوطني وكان رايح يشرفنا في البطولة العالمية اللي من قبل كاردي وبدأ هو يدخل في هذا العام كما خصره في الولاية دخل الجينيور سيلا بريميراني تاعوه تاعزي جينيور أعطي وما بعد؟ خصروا هولي خصروا في الولاية كوز داربي طراج واش صراعي كذائك زاكتومو علش خصرها؟ كيفش خصرها؟ خصرها ملاكم أخر باش ميروح للبطولة الوطنية هكذا؟ باش ميروح للبطولة الوطنية باش ميروح ل البطولة الوطنية باش ميجوفوش كان كادي شيف دي كيب شيف دي كيب كادي راي طلع الجينيور وبعد حبسوا في الولاي باش ميشوفوش اللي زنترينور جينيور أوكي ما ليش عطاني الصورة تاع هشام محتوت البطاقة تاعه اللي القناها عبر الصفحة الخاصة بالمدرب قمزيان اللي يعتبر مدرب فريق تازملت وكذلك رياضي لازال رياضيا إذا هذه البطاقة تاع محتوت هشام ليعتبر رياضي المنتخب الوطني هذا السنة الأولى تاعه على مستوى فئة شباب يعني جينيور هذا العام هو العام الأول ديالو إذا هذا هو هشام محتوت لو يتحدث عليه قمزيان رفيق رفيق بعد ذلك وش سراء؟ انتا طلعت فوق الرينغ وتقريبا كانت هناك منازلات أخرى ولكن انتا بقيت فوق الرينغ لمدة معينة هكذا دي جافة في البي في اللي اهضروا عليه قالوا حكمتها دو زوج سوية أنا نقول واحد ساعة الساعة هذه كاينة بالله فيديو درتها مني بديت بعد حبستها وبعد وليت اسمها خرج شوية اللي في قلبي وبعد حبستها وبعد وليت هدرت أنه ترفوها بعد عيطل البرزيدون فيدراسيو اللي فيدراسيو قالوا الطفل تاكرا يروح الناسيونال نشوفوه في الناسيونال قالوا غير الكاتيجوري هذي تروح الناسيونال خاطر لولاية تعب جاية ماشي مكلاسية يروحوا غير بوكسر واحد و بعد قالوا كيما عيطل البرزيدون فيدراسيو قلت له هذا خلاص بريزيدون فيدراسيو خلاص و بعد هبطت فوق الرينج قلت لهم إيلا صحة بما أنك تتحدث على الكوميل دو فونكشون ازدواجية المناصب أعطيني عادل جولا صورة الأولى من فضلك معاقبة هذا البطل الجزائري بسبب ازدواجية المناصب بحسب ما جاء في بيان ووراقات الاتحادية أعطيني الصورة الأولى عادل من فضلك نتابعوها معا رفقتها مشاهدين الكرام يعني نتحدثوا بالدليل إذن هذه هي إلى السيد الرئيس رابطة ويلة بجاية الوضعية الإدارية لسيد قومزيان رافيق وطبعا بعد أداء واجب التحية والتقدير عملا بموجب القوانين ولوائح سريع المفعول بالمفعول لا سيما ما تعلق منها بعدم ازدواجية المهام يشرفني سيد الرئيس أن أتقدم إلى سيداتكم التفضل بالنظر واتخذ الإجاءات لازمة فيما يتعلق بالوضعية طبعا الوضعية مشيئة بالإشاءة لا يهم الإدارية لسيد قومزيان رافيق الذي يشغل حاليا عدة وظائف على مستوى الرابطة وعلى مستوى النادي الرياضي بسيتي تزملت وبالتالي فإن وضعية المعني بالأمر مخالفة للقوانين يستوجب تسويتها في عاجل الأجال تقبلوا مني وطبعا سيناتور العربي عبد المفتاح وهذا كان يوم 28 نوفمبر إذن تمت معاقبتك من طرف الاتحادية اللي عندها رئيس مؤقت على كل حب بالنيابة عاقبوك بسبب ازدواجية المناصب ومن بعد جاك تأكيد من طرف الوزارة دي جي استعب جايا يأكد بلينتا ما ركش معاقب بازدواجية المناصب وهذا جديد أعطيني الصورة الثانية عادل جول الله بش نزيد ونوضحه لمشاهدين أكثر الخلل الموجود على مستوى الهيئات الرسمية طبعا ما بين الاتحادية الجزائرية وكذلك نعم هذه هي يوم 25 ديسمبر 2023 هذه أنا عندها تقريبا ثلاثة أيام فقط إلى سيد جمزيان رافيق رئيس نادي الملاكمة تازمالت طلبكم حول حالتكم عدة في عدم الجمع بين الوظائف وتابعتم ليح مشاهدين الكرام تعدى الدي جياست أب جايا إذن شاهدت تا 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 تابعا لإرسالكم المشار إليه في المرجع أعلى والمتعلقة بطلبكم عادل من فضلك طلع عادل بش نقرأوا ما هو أسفل نعم نروح للنهاية يشرفني أن أعلمكم أنكم لستم في حالة منع الجمع بين الوظائف طبقا للمرسومين التنفيذيين والأمر سبعة المؤرخ بتاريخ يوم 1-3-2007 المذكورين أهلاه وطبعا مثل ما تتابعون المديرية الشباب والرياضة لولاية بيجايا عبر مداني محمد إذن هذا جاك عنده ياربي ثلاثة أيام هكذا تأكيد على أنك ما عندكش إزدواجية المناصب زيد أعطيني البطاقة بطاقة العضوية تقوم زيان رافيق كرياضي لأنه رياضي وفي نفس المدرب في الفريق اللي أنشأه بإمكانياته الخاصة إذن رأيكم تشوفوا هنا بطاقة الرياضي من الاتحادية الجزائرية للمولا كما ورأينا نشوفه مليح سنة 2022-2021 اللي في الأسفل وليفوقها بطاقة تأهد السنة 2023-2024 إذن هذا الرياضي معترف به حتى من قبل الاتحادية والبطاقة دليل على ذلك والوزارة تؤكد بأن هذا الرياضي من المفروض يدخل البطولة وعنده كل الحق في ذلك وحرم بغير حق من المشاركة في هذه البطولة إضافة إلى ذلك تعرض أحد رياضيه للظلم من طرف الحكام بحسب ما قاله قوم زيان رافيق إذن بعدما تلقيت أنت تأكيد بأنك لست موقفا بسبب ازدواجية المناصب يعني راك ريقلو كما نقوله إحنا واش درت أنت بعد ذلك؟ الخطوة لدرتها بعدها رحت للوزارة رحت للرابطات هم كانوا معي وقالوا لي راك ما راك شكومي البحثوا وقعوا واش كاين قالوا راك ما راك شكومي قال لي راك في القانون كنت لهم بارك الله فيكم واجبتها وعطوها لي ولكن رغم ذلك راك موقف موقف من طرف الرابطة تعبي جاية يدخلوني في مجلس تأذيبي داروا لي لا دات ما دارواها ليش وقتش يجوزوني علقوني خنقوني كيف يقول دورك من بريزوني بريزوني كعاتلات حبي يزيدوني كعاتلات حبسوني ذرار بلوس تكتر في عاتلات حبسوني يجيوا لصالك وهم راهم حبسوني راهم على بلش واش يحبي حبسوني قاع من بوكسيش ما تبوكسيش انتوما حبي تترح الطريقة مع وجاء روح الله يسأل لكم ما انت انت نادي هدايا اللي راك فيه اللي هو نادي تازمات للملاكمة هذا انشأت انت بالأموال الخاصة تعك هكذا كيف كنت كنت عندي جوج حوانت بيتزا كنت عندي بيتزا كرحوني البوكس حبست قاع البوكس هذا يتالبون ما نروحش لكيب ناسيون حبست 2018 حبست حبست بلزوف حبست 2009 ومبعد دخلت مشكلاتيو جبت 6 بلدي بلدي ومبعد وليت 2011 دخلت 2010 دخلت البروفيسيوني ومبعد حبسوا البروفيسيوني دخلت وليت راماتور وخرجت باطل باطل في 2006 فتحت هنا في الفلسينال ما بوكسيتهاش مع ما اسمه عمر 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 يحب البوكس ثاني يجري يجري عراقين ومبعد ومبعد ومبعدك بعد ذلك وش صراء بعدك جات كورونا وعاوت وليت بعد كورونا أيضا خرجت بطل جزائر ثاني ماشي كما في 2018 قلت لك حبزت حبزت اه اه ما كيفاش كيفاش فتحت كيفاش فتحت القاعة وفتحت نادي ديدي ومبعد ومبعد قلوا إذا الناس تمك في الجن يحبوني قل يروح فتحنا صالة قلت لهم وكرعوني من البوكس خليوني راني كوميرسو خليني ومبعد استغفر الله قلت لهم ديروا ايواني كيفاكذا نجي نوط لانيكو ما ينديركم زيا فتاة داو الجن أبدت تكبر تكبر هذيك نجحت لكيب هذيك نجحت لجن واحد دي عيط الواء الاخر حتى لقى بالحق ناث 80 80 80 83 ومبعد قلت لهم المكاش ومبعد فرصة فرصة وليت مع رمضان نقصوا نقصوا الزوكسر نقصوا الزوكسر بعد ماذيك وليت غير نخدم بعد بوندون يتقح الخدمة داين خلاص وليت وليت بوكسر البرمير تيتر اللي يجب في الكيلو بتاعنا واحد و 90 كيلو مع حسيد الله يذكره بالخير حسيد مولاك من المنتخب الوطني ومبعد أربحته ما يطول الشركيب النسونال في البواه ومبعد كين بزاف هو عجم ماش غير غير معلش دوك نزيد ونتحدث عليهم ياسين بروكي صراحة تشوف رياضي يكون في أوج العطاء تاع ويكون شاب حاب يدير حاجة حاب يقدم حاجة للبلاد ومبعد كين ينكاسور يكسروه يحطموه إلى درجة وقال لك حبس شحان من مرة ومبعد بد المجال ورح البودي بولدي ملا لماذا